بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله السلام عليكم ما هي المكونات الأساسية للكومبيوتر؟ هذا السؤال قد يعتبره البعض تافها ولا ينبغي التطلق إليه لكن ومن خبرة المتواضعة العكس هو الصحيح تماما فمن خلال الأسئلة التي أتلقاها شخصيا ألاحظ بأن هناك جهل كبير بمكونات الجهاز وأن هناك خلط بين المفاهيم والمكونات الأساسية لكل جهاز كومبيوتر أو حاسوب لذلك قررت أن أخصص هذه الحلقة البسيطة أو الحلقة البسيطة لنتعرف من خلالها على أهم مكونات الكمبيوتر أو على كل مكونات الحاسوب فمما يتكون الحاسوب؟ الحاسوب عموما الكمبيوتر سواء كان حاسوب محمول أو مكتبي فهو يتكون من عنصرين أساسيين المكونات المادية أو الملموسة أو ما يسمى بالهاردوير ثم المكونات الغير ملموسة والغير مادية التي لا يمكننا أن ننمسها بأيدينا وهي نظام التشغيل سواء اللينيكس أو ويندوز أو مارك أو غيرها من أنظمة التشغيل والبرامج المثبتة عليه هذا هو ما يعرف بالسوفتوير إذن عندنا مكونات أساسيين هاردوير ثم سوفتوير وبطبيعة الحال فسوف نركز في هذه الحلقة على المكونات المادية أو الهاردوير دون التطلق إلى نظام التشغيل والبرامج التي تشغل عليه إذن فمما يتكون الهاردوير أو عتاد الجهاز؟ عتاد الجهاز يحتوي أو يتكون من ثلاث عناصر أساسية هي وحدة الإخراج أو Outport Units تتكون بالأساس من الشاشة السماعات وأيضا الطابعة وبطبيعة الحال لن نفصل ما هي الشاشة وما هي السامعات وما هي الطابعة فالكل يعرف هذه العناصر ثم عندنا أيضا وحدة الإدخال أو الآن Port Units وتتكون بالأساس من الكاميرا من المايكروفون ثم الماسح الضوئي ولوحة المفاتيح ثم الفأرة وبطبيعة الحال هذه العناصر كلها أيضا معروفة ولا داعي للتعريف بها ثم عندنا الوحدة الثالثة وهي وحدة النظام أو ما يعرف بالSystem Unit وتتكون من كارت الشاشة من اللوحة الأم من المعالج من مزود الطاقة من الذاكرة من وحدة التخزين أو القرص الصلب ثم من كارت الصوت وهي العناصر التي سوف نشرحها الآن إن شاء الله فما هي اللوحة الأم؟ أولا اللوحة الأم أو ما يعرف بالماظر بورد سميت بهذا الاسم لأنها وببساطة القطع أو العنصر الأساسي الذي توصل إليه جميع القطع والعناصر الأخرى للكمبيوتر ومهمتها ببساطة تتجلى في السماح والتنسيق لجميع العناصر أو الأجهزة المتواجدة على الجهاز بالتعاون مع بعضها البعض وتناقل البيانات فيما بينها لتوصيل المعلومات لمختلف الأجزاء وللمزيد من المعلومات حول اللوحة الأم أو الماظر بورد يمكنكم مشاهدة تدوينة ما هي اللوحة الأم التي تطرقنا فيها إلى تعريف للوحة الأم مكوناتها الخارجية مكوناتها الزاخلية وأيضاً أهم الشركات المصنعة لللوحة الأم ثم نجد أيضاً عندنا المعالج أو ما يعرف بالسي بيو وهو ببساطة العقل أو القلب المدبر للحاسوب إذ على مستواه يتم استقبال الأوامر ومعالجتها لإعطائنا نتائج على شكل معلومات نستفيد منها من ناحية الشكل أو المظهر الخارجي فالمعالج عبارة عن قطعة مربعة كما يظهر معك في الصورة خفيف الوزن نسبياً ويتكون من ملايين الترانزيستورات المجموعة في شريحة صغيرة جداً تتكون من السيليكون ثم عندنا مزود الطاقة أو الـ Power Supply وهو عبارة عن صندوق يكون في الجهاز الخلفي للحواسب المكتبية مهمته تزويد الجهاز بالطاقة أو بالطيار الكهربائي ثم عندنا أيضاً الرام أو ذاكرة الوصول العشوائي وهي اختصار لـ Random Access Memory وتعتبر ذاكرة الوصول العشوائي هي المكان الذي يتعامل المعالج من خلاله مع البرامج والملفات المفتوحة فمعلوم أن نظام التشغيل بحد ذاته والبرامج والملفات تكون جميعها أو جزء منها في القرص الصلب أو على وسائط خارجية لكن أثناء فتح برنامج معين أو ملف معين فإن المعالج يقوم بإحضار أو تحميل الملف من الوسائط سواء الداخلية أو الخارجية إلى الرام ليتم التعامل معها انطلاقاً من الرام لذلك نجد أن سرعة الرام تتأثر بعدد البرامج والملفات المفتوحة وليس عدد الملفات والبرامج الموجودة أصلاً على الجهاد وإنما البرامج والملفات التي تشتغل ومن هنا يتضح بطبيعة الحال أنه كلما زاد حجم أوسعة الرام كلما أثر ذلك إيجاباً على سرعة الجهاز والعكس صحيح بطبيعة الحال بمعنى أنه كلما قل حجم الرام كلما قلت سرعة الجهاز ولمعرفة المزيد عن الرام وعن طريقة تركيبها يمكنك مشاهدة الحلقة التالية التي سبق وعنونتها بما هي الرام كل شيء عن الرام زائد طريقة التركيب عرفنا فيها بالرام وأنواع الرامات ثم متى تحتاج إلى زيادة سرعة الرام ما هي الأشياء التي ينبغي عليك مراعتها عند التفكير في شراء الرام وأيضاً شرحنا طريقة تركيب الرام في هذه الحلقة ثم بعد ذلك نجد عندنا القرص الصلب أو الهارت ديسك وهو وحدة التخزين الرئيسية في الكمبيوتر إذ يتكون بالأساس من أقراص ممغنطة تدور ويقوم لاقت كهروم مغناطيسي بالقراءة والكتابة من وإلى السطح الممغنطة وبطبيعة الحال فالأقراص الصلبة تأتي بسعات وصرعات دوران مختلفة ثم بعد ذلك نجد عندنا كارت الصوت أو ساوند كارت وهو بطاقة وظيفة تسهيل المدخلات والمخرجات من الإشارة الصوتية من وإلى جهاز الكمبيوتر ثم عندنا كارت الشاشة أو ما يسمى بالفي جي اي ووظيفتها هي عرض الصور التي يتم تنفيذها في وحدة التحكم وتنقل إلى ذاكرة الوصول العشوائي أو الرام ومنها يتم عرضها بواسطة هذا الكارت وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا التعليمية هذه للمزيد من الحلقات والمقالات المتميزة وأيضا الحصرية تفضل بزيارة موقع مشروح كما لا تنسى الاشتراك في قناتين مشروح الأولى والثانية إن لم تكن من مشتركيهما بعد لتبقى على الطلاع بجديد القناتين هذا وأدعوك للانضمام إلى متابعي ومحبي مشروح على الشبكات الاجتماعية الفيسبوك تويتر وغوغل بلس كما أسعد بصداقتك على صفحتي الشخصية على الفيسبوك كل معلومات التواصل تجدها على موقع مشروح وأيضا في وصف الحلقة على اليوتيوب إلى أن ألقاك إن شاء الله في الحلقة المقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته